السلام عليكم صباحكم فل وخير وهنا وجمال وسعادة على الحلوين صباحكم كله تفاؤل ورضا من الرحمن يا رب العالمين ازايكم عاملين ايه وحشتوني جدا جدا معاكم ايمان سعيد والنهاردة هنعمل الفرخة الكيوت الجميلة دي هنعملها على الشواية بتاعة الفرد طريقة سهلة وبسيطة كمان التدبيلة مش هتلاقي في حلوتها وهقولك تعملي ايه كمان علشان تطلع معاك بالشكل وبالجمال وبالتحميرة الحلوة دي فيلا بينا نصلي على الحبيب المصطفى عليها افضل الصلاة والسلام ونسمي الله ونشوف الطريقة والمأدير اول حاجة ان هبدأ اعملها هي التدبيلة معايا هنا علبة من الزبادي معايا كمان ربع فنجال خل ولو تحب يحطي كمان عصير لمون ملح جسط طيب بابركة كوركم زعتر كزبراناشفة جنزبيل وفلفل اسود وكمون وشوية توم بودر هحطي كمان معلقتين كبار من الزيت تقدري كمان تضيفي عصير نص لامونة تمام كل المكونات الحلوة دي انا ضفتهم على بعض كده زي ما احنا شايفين وهديهم كده تقليبة حلوة مع بعض هحط بس الزيت يعني الزيت مش كتير حوالي ربع فنجال يعني معلقة ونص كبار كده او معلقتين الزيت ده فايدته ايه هيديها لمعة وتحميرة حلوة جدا زي اللي بنجيبها من المطاعم بالزبط هضرب بقى الكلام الجميل ده كده مع بعض وبشوكة او بمضرب لحد ما بتأكد ان الزبادي بتاعي ده كويس جدا الفرخة بقى بتاعتي انا غسلها كويس جدا بمية ولمون وملح وشوية دقيق انسب فرخة للشوى هي الفرخة اللي بتبقى في حدود من كيلو ربع لكيلو نص ما تبقاش اكتر من كده علشان تقدر تلاقي لحمتها طرية ومش متفلة وكمان ما تلاقيش في لحمتها دم من جوه يعني هتلاقيها طلعة معاك في منتهى الجمال تمام يبقى انسب حجم الفرخ معايا هو من كيلو ربع لكيلو نص تبقى حلوة جدا وممتازة كمان اليوم اللي انت بتبقى ناوية تعملي في فرخة شوية الافضل ان انت تتبليها من قبل بيوم تمام ادي الفرخة معانا هي غسلتها وصفتها كويس جدا هبدأ بقى احطاها في التدبيلة اللي معايا دي وهبدأ اتبّلها من بره ومن جوه ومن تحت الجلد كمان تمام بصوا اول ما نزلت معايا في التدبيلة التدبيلة ما شاء الله يعني لزقت فيها كده بالبلدي تمام ده بسبب ايه ان هي متصفية كويس جدا معايا كمان التدبيلة ما فهاش سويل كتير علشان كده اول ما بضفها على الفراخ بلاقيها مسكت معانا على طول هبدأ بقى اتبّلها من جوه انا دايما بحب اتبّلها واسبها قبل بيوم يعني لو هعملها مثلا لو مكررها هطبخ ايه بكرة وهتكون معي الفراخ المشوية فأباجي من بالليل أروح مطلع على الفراخة بتاعتي وغسلاها ومصفيها وبعدين عملها في التدبيلة ويا إما أحطها في علبة محكمة الغلق وحطها في التلاجة يا إما أحطها في كيس بلاستيك وقفله كويس جدا وبحطها على رف التلاجة في صنية المهم تكوني قفلها كويس جدا علشان الجلد بتاعها ماينشفش معيك عشان لو تعرض للتلاجة مباشرة هتلاقي الجلد بتاعها هنشف وما بقاش حلو معيك وكمان هتعمل معيك ريحة زفرة مش حلوة في التلاجة فيه ناس بتحب تضيف قطشة بتضيف صلصة تضيف الحاجات الحلوة دي بس أنا مش بضيف الحاجات دي بتتفي بالبابركة هتديها لون معي كمان بعد ما سبتها في التدبيلة شغلت الفرن بتاعي على درجة حرارة 200 يسخن كويس جدا الأول الفرن اللي بشغله الأول تمام طيب لو مستعجلة على الفرخة أعمل إيه؟ لو أنا مستعجلة على الفرخة آآ يعني بسيبها تتبل ساعتين وبعد كده بشويها أنا حطتها في السيخ بالشكل ده وسبتها في الطبق ده وغطتها بكيس يعني حطتها هي والطبق بالسيخ كده في كيس وحطتها في التلاجة لمدة ساعتين لإني كنت مستعجلة عليها وبعد كده سخنت الفرن بتاعي على درجة حرارة 200 طفيت الفرن وشغلت الشواية وحطيت الصاق ده زي ما احنا شايفين كده وحطيت فيه مية سخنة علشان خاطر الفرخ معي تطلع طرية الخطوة دي هتطلع المية دي هتطلع البخار بتاعها على الفرخ وهتخلي الفرخة معيك لحمتها طرية وحلوة مش بتشد أو متفلة أو حاجة أبدا ده شكلها بقى بعد ما تشاوت أخدت معي وقت قد إيه في الفرن أخدت معي وقت حوالي ساعة وربع على درجة حرارة 200 للشواية يعني على الآخر شغلت الشواية بتاعتي على آخرها طلعت معي بالجمال ده قدمت معاها مقارونا مشكلة حمرة يعني كانت ألم على مقصوصة وعملت جنبيها شوية شيبسي وشوية طرشي وده كان فيديو النهاردة سهل وبسيط وسريع يارب يكون قفتكوا وجربوا التقبيلة دي حلوة جدا والسلام عليكم مع السلام